اشتركوا في القناة اذن قبل الصبح فامره امر فذكر لا نحوه قال ابن عود وقض رواه محمد بن زيد عن عبيد الله بن عمر النافع وغيره انهم اذنوا بعمر قال له مسروح قال ابن عمر ورواه الدار وردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان العمر مؤذن يقال له مسعود اذنوا نحو هذا الصح الكلام كله على مسألة الاذان قبل دخول الوقت الاذان قبل دخول الوقت قال ابن عود وقض رواه هنا قبل الصبح يعني قبل طلوعي وجعل اذانا في هذا الباب وحن قلنا بانه نحن فيها يخلفون الجمهور على انه لا يؤذن قبل الوقت وصحيح انه لا يؤذن يعني قبل الوقت للفجر خاصة قال ابن عود وقض رواه محمد بن زيد عن عبيد الله بن عمر النافع او غيره ان مؤذنا يقال له كذا تأيذ الحديث المتقدم في انه مسروح قال ابن عود ورواه الدرردي عن عبيد الله النافع عن ابن عمر كان العمر مؤذن يقال له مسعود قال وهذا صح من ذلك لان الذي رواه حمد بن سلم مع ذلك حمد بن سلم عن ايوب السختياني هو الاصح واخرج البهقي في سنني من حديث حمد بن سلم عن ايوب عن نافع من طريق ابن عمر الضرير وموسى بن اسماعيل وهدبة وطلوت قالوا وقال البهقي هذا حديث تفرد بوصلي حمد بن سلم عن ايوب ورواه ايضا عن سعيد بن زربي عن ايوب اللي انه سعيدا ضعيف كلها اظهار للكلام على مسألة تفرد حمد ان النبي سلم قال له ارجع فقل ان العبد نام ان العبد نام ثم قال البهقي قال ابن عدين اختر حمد في هذا الحديث حمد بن سلم وصيح حديث عبيد الله يعني عن نافع وحديث زهر عن سالم ثم ضخل ابسانة دي عن محمد بن احياء انه قال حديث حمد بن سلم اشاد غير واقع على القلب وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر ثم قلبه يقي ورواه ورواه عن عبد العزيز ان ابي رواه عن نافع موصولا وهو ضعيف لا صح ثم اخرج الحديث بتقوله ثم قال والصوب رواه شعيب ابن حرب ذكرها مثل ما ذكرها ابو داود ثم قال وقد رواه من اوجه اخر كلها ضعيفة وقد انها ضعفها في كتاب الخلاف وانما يعرف مرسلا من حديث حميد بن هلال وغيره قال خلاصة ما قاله الامام البهقي قال صاحب الجور النقي قلت من جملة وجوه ما رواه سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس ان بلالا افدن قبل الفجر فامره من السلم ان يصعد في ينادي ان العبد نام وهذا ايضا لم يصح هذا الحديث لم يصح والمرسل اصح من ذلك ابي يوسف وصقه الباقي في المستحادة نعم وصقه ايضا ابن حبان وقد زاد الرفع فوجب قبول زيادته ثم حديث حمد بن سلم الذي ذكر الباقي انفا في هذا الاب شهد الحديثي واشهد له ايضا حديث عبد الكريم الجزري هذا كله منافحة الاحناء الحنفية عن مذهبهم في هذا الاب ما شهد له ما ما روى ابن الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ازم المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتين ركعتين الفجر ثم خرج الى المسجد رمى الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح حقا هذا الحديث ان قلنا بصحته فهو يحمل على حديث ابن ام مكتوم يحمل على الحديث الثاني ورغوا الاوزاع عن الزهور عن عروع عن عيشتا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاول مصادفه جقام وراك عركتين خفيفتين ورغوا الناس عن الزهور فلما اذكروا ما ذكره الاوزاع وأجيب عن ذلك بأن الاوزاع من عمد المسلمين فلعلم ما ذكره بعد ما ذكر لكنه ويمكنه كان الوهم أدركه حقا منافحة شديدة جدا من الحنفية على تقوية مذهبهم في عدم الاذان قبل الوقت والصحيح أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلونكم أذان بلال فإنه يوصشان قال لا يمنعنكم أذان بلال من صحوركم فإنما بلال يؤذن بليه وإنما الممكتوم يؤذن ولا الأذان حتى يقول له أصبحت أصبحت الاتفاق بين العلماء أو العلماء الأمصار أن الأذان قبل الوقت قبل صلاة الفجر لا يجوز لأنهم لوازم التوقيت للصلاة وأما صلاة الفجر فالخلاف فيه وارد كما قلنا بين الجمهور وبين الحنفية ولذلك قال أبي يوسف للأدلة شوفه وخروج عن المذهب الآن قال أبي يوسف فقول الشفعي لا بأس أن يؤذن للفجر في النصف الأخير أحجب ذلك عن سالم ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن أبلاه كان يؤذن بلاي في رواية لا يغلل أنكم أذانوا بلاي عن السحور فإنه يؤذن بلاي وهذا نص في المسألة أستدل لأن فيها برواية فيها ضعف أيضا لا يتؤذن حتى يستبين لك الفجر ومدى دي عرضا ما هذا حديث ضعيف كما قلنا لكنهم قالوا من النظر الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت والإعلام بالدخول قبل الدخول كذب والحق أن نقول نحن ندور مع الأذان حيث يضار التأصير العام أنه لا يجوز الأذان قبل التوقيت قبل الوقت هذا التأصير العام هذا التأصير العام لكن نحن الأذان تحكمنا فالدليل هو الحاكم في هذا الباب فلذلك قلنا الحديث صح عن نبينا أنه قال إن بلال يؤذن بلال فلا يمنعنكم من سحوركم فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم المكتوب هذا صريح فإن كان صريحا فلابد أن نعملها هذه في رواية ابن مسعود أيضا لا يمنعنكم من سحور أذان بلال فإن أذن بلال ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم ويتصر ويتسحر صائمكم فعليكم بأذان ابن أم المكتوب يعني هذا واضح جدا في التفصيل في هذا الباب وهو نص في المسألة لا يمنعنكم من السحور أذان بلال فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم ويتصحر صائمكم فعليكم بأذان ابن أم المكتوب الصحابة كانوا من من يشتهد في أول الليل ومن من يشتهد في آخر الليل وكان الفاصل بين الأمرين هو أذان بلال لأنه يرد القائم ويجهز المتصحر ويوقظ نائم من أجل أن يتهيأ لصلاة الفجر وابن أم المكتوب كان يؤذن عند خروج عند طلوع الفجر وراء المصنف قال حدثنا زهاي بن حرب زهاي بن حرب من استقلات الأزبات أبو خيثمة قال حدثنا وكيوكي من جراحة الرؤاسي التنين من استقلات الأزبات قال حدثنا جعفر بن برقان أو ابن برقان أبو عبدالله الجزري الرقي ضعف أبو ابن خزيمة وأيضا هو حديثه فيه عن الزهري مضطرب ولكن المعين قال قال هو ثقة وقال يضعف في روايتي عن الزهري ولذلك أحمد قال عنه قولا فصل مقالبي النسي أيضا جعفر بن برقان إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به فجعفر بن برقان يضعف في الزهري فقط يضعف في الزهري فقط ولكنه ثقة شددت مولا عياد بن عامر الجزري هو من الثقات دقل محمد في الثقات لكن فيه جهال فيه جهال عن بلاي مؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أن النبي قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر ومد يديه عرضا وهو فيه شداد وشداد مجهول والسند الضعيف أيضا ولو صح لكان مخالفا لحديث النبي يؤذن بلاي وهذا حديث أصح إسنادا منه فأكون الترجيح فيه وهو حج الحنيفة بأنه الفجر لا يؤذن له إلا بعد طلوعه والحق أن هذا ضعيف كما قلنا والحديث ضعيف أيضا والمذهب الذي أخذ به الحنفية ضعيف فالصحيح أنه يجوز الآذان الأول والآذان الثاني للفجر والآذان الأول قبل دخول الوقت وله حكم إيقاظ النائم رد القائم سحور الصائم وعندنا علا أخرى أيضا في الضعف أن شداد المجهول هذا شداد لم يدرك بلاده يعني الحديث أيضا فيه فيه ضعف وفيه انقطاع فيه ضعف وفيه انقطاع لم يصح ويكون الأصح في هذا الباب كما قلنا بأن تأذين قبل فجر كان إبلاد رضي الله عنه أرضاه كان إبلاد رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحيح الراجح هو قول الحنفية بأنه لا يصح لا يجوز الأذان قبل الوقت قلنا نعم في كل صلاة إلا صلاة فجر فيجوز من الفوائد الأحكام فرعا على التصحيح مخالفة استقاط شزوز واجب علينا أن ندور أن ندور مع شرع مع مع الأدلة حيث دارت واجب علينا أن ندور مع الأدلة حيث دارت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إن أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر